السلام اللي بنات و مرحبا بكم معي في قناتي عالم المرأة مع سوسو اليوم بإذن الله فيديو جديد سوف نحضر واحد الحلوة كتجيه شيشة بزاف وسهلة و كوينتها بساطة و كتبقى في متناول الجميع و لا تحتاج شي تقنية كثير لنصيبوا هذه الحلوات اليوم سوف نحضر زلافة 250 جرام سوف نحتاج زلافة جنجلان محمر و يكون مطحون سوف نحتاج زلافة زلافة زيت عمراء و زلافة كوكا و يكون محمر و مدعوق سوف نحتاج معلقة كبيرة للقرفة بالنسبة للطقيق سوف نحتاج التقيق على حسب الخالط سوف نحضر مصدرها من المكونات سوف نضاف تقنية زلافة 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 من بعد سوف نضاف لها ينتج بعض الششة كبيرة من المسلمات و نضاف تقنية زلافة جنجلان و الكوكام نضيف الخليطة نضيف الخليطة بشوية بشوية سمحوا لي هنا يا صاحب اراني كنصور ولكن تقطع لي تصوار نضيف المكونات كاملين من بعد سوف نضيف الخليطة حتى تجمع العجينة على هذه الطريقة ولكن نحاول أن نجمعها كبيرة على شكل كورة فقط نضيف الخليطة سوف نضيف الخليطة ومن بعد سوف نضيف الخليطة ونصفقه على شكل كعب الغزال أو على شكل هلال ونضيف الخليطة سوف نشكل مع أحد أخرى حتى تظهروا الطريقة هنا ضروري لا تضيف الخليطة لانه يجيه شيش بزاف و يتفتد و يتبره يجيه شيش و يدب في الفم بحديته والاهم ان هاد الحلوة ما فيهاش الباد يعني الناس اللي فهم حساس يام البيض بإمكانهم يأكلوا هاد الحلوة راكت جي غزالة انتم مكي كتشوفو كناخدوا كيميا من الخليط و كمقون جمعوه بني الدينم زيان بها الطريقة انتا كنشكلو نحصلو عفوان على كورا وصافيم من بعد كمقون شكلوها على شكل هيلل او لا على شكل كعب الغزال هاد الحلوة يعني راقدي ما كانوا يصيبوها مقادم الزمن ولكني كتبقى واحد الحلوة اللي هي غزالة بزاف غيجربوها يا البناتو ما تردو شرها سهلا و كتجي لدي دا اللي داو كتدوب في الفم بها الطريقة يعني نشكلو كل شي كيميا اللي عدنا على شكل هيلل انا غان عاود نصيب معاكم محدة اخرى كناخدوا العجين كمقون اولى الخالط لانه كيكون شوية مرمل كمقون جمعوه بني الدين على هاد طريقة حتى نشكلو كورا تكون متجنسة مع بادياتها كمحاولو نضغط عليها مزيان باش دو كل حبيبات كرسقو في بادياتهم سافي من بعد كمقون نشكلوها على شكل هيلل بها الطريقة هادي هانا غاد نكملو يعني كميا كاملة غاد نكملوها بنفس الطريقة كناخدوه في الاول الخالط و كمقون نجمعوه بني الدينة مزيان بش ما يتفتج و من بعد كمقون نشكلو بيها على شكل هيلل او على شكل كعب الغزال عادي نديرو فوق الصينية اللي نكون ندهنها بالزيت باش هكا ما تلسقش و سافي نكملو كيكون كميا كاملة بنفس الطريقة كنشكلوه على شكل هيلل او على شكل كعبه سافي هذا هو الشكل كميه كاملة انا كملتها ادرتها في الصينية و سنتخدوه الفرن على نار تكون توسطه حتى كتب ملتحت و من بعد كنشعلوها من فوق باش كنت تحمرها انتم ما كي تشوفوه هنا راح تطابت وتحمرت نقصوه لها النار باش ما تخطفش كي كان نقولو حنايا باش تتبع لها خطرها و سافي كنشوفوها الطابت ملتحت كنشعلو عليها الفرن من فوق حتى كنت تحمر و من بعد كنشعلوها تبرد مزيان و كناخدوه سكار سقيل او سكار غلاسي ماشي ضروري يكون سبيسيال غي ساني اذا نطحنوها في الخلاط الكهربائي و ضروري ان هاد الحلوان خليوها حتى تبرد باشها كما تشربش ذاك السكار غلاسي خليوها تبرد مزيان و تاخد وقتها عفوا و حتى كنت تبرد و كنشعلوها في ندود الكعيبات او الهيلاليات كنشعلوها في سكار سقيل كنشعلوها مزيان و تبقى شبا نهائيا كنت تبلي كلها بيضا بها الطريقة سوف يمكنكم الكمية كاملة التي لدينا بنفس الطريقة كنحاولو ان ننفندها في سكار غلاسي او سكيل كنفندوها مزيان انا بقى غادي نعود لهم لان فش كان الزهارة تحيد بك الاتر كناخدو شي سفايا بكار شعليها به هاد طريقة وهذا هو الشكل النهائي الحلوى اللي حضرنا اليوم تجي غزالة يا البنات غي يجربوها و لا تردوش و تجي شيشة بزاف و تصلح للناس اللي فيهم الحساسية من البيض و لا يقدروا مساكن يأكلوا الحلوى حديرا ما فيها لا بيد لوالو و تبقى سهلة و تحضر في دقائق معدودة و لا تحتاج تقنية كثير و يقول لكم هاكا تجي شيشة 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 بزاف و المضاق ديالها كي يجي رائع و هذا هو الفيديو اليوم كانت منا ينال إعجاب ديالكم واللي اول مرة كي شاهد القناة وباقي ما اشتركش يشترك معايا في قناتي عالم المرأة مع السوسو و دعموني بلا جيم و اللي عندو شي سؤال او شي حاجي خليهم لي في كومنتر او لي في التعليقات و هذا هو الفيديو اليوم كانت منا ينال إعجابكم و كانت منا نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم و شكرا الى فيديو مقبيل ان شاء الله